دلوقتي مشاهدين حنسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء مع لم يتفضل يلا شكرا لكم منا أثمنا سباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العلاقات المصرية المجرية تعد نموذجا يحتذا به في العلاقات بين الدول وخلال مؤتمر صحفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء المجر فيكتور أربان أضف الرئيس السيسي أن هناك توافق سياسيا بين البلدين إزاء الكثير من القضايا الدولية وأضف الرئيس السيسي أن المباحثات مع أربان تركزت على بحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية منوها سيادته أن المباحثات مع الجانب المجري أكدت أيضا أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدية من المجر خلال الأطور الزمنية المتفق عليها أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة تمكنت من خلالها من تحقيق إنجازات واسعة في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان وذلك على مختلف الأصعدة وبما يتفق مع ما قرره العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وخلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أشار الوزير إلى أنه ورغم تعدد الإنجازات التي تحققت في مجال تعزيز حقوق الإنسان غير أن التحديات ما زالت كبيرة لفتا إلى أن عملية تعزيز وتطوير حقوق الإنسان متراكمة ومستمرة وأن مصر واثقة من قدرتها على المضي قدما في طريق الإصلاح بخطا ثابتا واستعرض المستشار عمر مروان أبرز جهود الدولة المصرية في مجال الحقوق التي تضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قدمت تنصيقية شباب الأحزاب وسياسيين محاضرتين تدريبيتين حول تنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاء ذلك خلال مشاركة التنصيقية لليوم الثاني على التوالي مع وزارة الشباب والرياضة في المؤتمر الوطني للنشئ بالأسكندرية بحضور ستمائة طفل من مختلف محافظات مصر من جانبهم أكد الحضور أن مصر قامت بقطوات واسعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤيتها في 2030 أكد الرئيس الأوكراني فلودمير زلنيسكي أن المعارك تحتدم في محيط بخموت المدينة الواقعة في شرق البلاد والتي تحاول القوات الروسية منذ أشهر الاستيلاء عليها وفي روسيا أفاد الجيش من جهته بأنه أسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت البنى التحتية للمدينة من دون التسبب بأضرار وتحطمت إحداها في منطقة العاصمة موسكو للمرجة الأولى تبدأ روسيا اعتبارا من اليوم في خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل اليوميا في مارس وقال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك في تصريحات إن روسيا اتخذت القرار توعية دون تشاور مع دول أوبيك وأضاف نوفاك أن التخفيض سيؤثر فقط على إنتاج النفط باستثناء مكتفات الغاز وسيتم توزيع حصة الإنتاج بالتساوي بين شركات النفط حسب مستوى إنتاجها نقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين خلال اجتماع في استوكولم تجديد العمل بآلية خفض استهلاك الغاز خلال الشتاء المقبل وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية أني اسبانيي إن الدول السبع والعشرين نقشت خلال الاجتماع تمديد عدد من الإجراءات للتوارئ كي نتمكن من ملء مخزوناتنا من الغاز بسرعة ومن مواجهة توطرات محتملة لما في ذلك وضع الاستهلاك تحت السيطرة وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إلى بغداد في زيارة هي الأولى له للعراق منذ ست سنوات وسيسعى خلالها إلى دعم جهود السلام في بغداد بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك في بيان إن زيارة جوتيريش تأتي لإعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم جهود العراق لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لجميع العراقيين كما سيلتقي جوتيريش في بغداد عدد من المسؤولين العراقيين من بينهم رئيس الوزراء محمد شيعة السودانية قررت هونغ كونغ إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات بدءا من اليوم منهية بذلك آخر القيود الرئيسية التي فرضتها المدينة لمكافحة جائحة فيروس كورونا وقال رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ جون لي إن ارتداء الكمامات لن يكون إلزاميا في أغلب الأماكن المفتوحة والمغلقة ومن ضمنها وسائل النقل العام لكنه سيبقى ساريا في بعض المواقع عالية الخطورة أعلنت إدارة الإطفاء في اليونان مصرع 32 شخصا على الأقل وإصابت 85 شخصا آخرين بعد استضام قطارين فيما لا تزال ملبسات الحادث غير واضحة وقال حاكم منطقة ثاليسيا إن قطار ركاب كان متجها من أثينا إلى مدينة سالونيك الشمالية وقطار بضائع استضم قرب مدينة لاريسا بوسط اليونان مضيفا أن العربات الأربع الأولى من قطار الركاب قرجت عن مصاريها